اشتركوا في القناة اكتبلكم الخير العظيم في خلال هذا اليوم المبارك طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 10 حزيران يونيو القمر موجود الآن في منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل فرح يمكث القمر فيها أي المنزل لغاية الساعة 11 دقيقة عصرا من عصر اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد طبعا القمر اليوم موجود في الميزان في ساعات المساء برضو رح يصير في عنا أو في ساعات العصر رح يصير في خلوم مسار لا ساعات المساء ومن ساعات المساء بنتقل القمر لبرج العقرب بما أن القمر موجود الآن في موعد بث الحلقة في برج الميزان فبتظل هاي أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر من ميل للإسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفل ما أو إعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة طبعا في عنا زاويتين انتهت تأثيرهم كان يوم أمس آخر يوم تأثيرهم اليوم ظهرت زاوية جديدة على الساحة طبعا إلها يومين ثلاثة بلشت تأثيراتها ولكن الآن بلشت التأثيرات الحاسمة طبعا تأثيرات هاي الزاوية اللي هي زاوية الاقتران الممتزجة اللي هي إيها سعادة أو سعودة أو سعادة أو نحوسة يعني ثنتين مع بعض سعادة ونحوسة في نفس الوقت هي زاوية ما بين الزهرة وما بين أورانوس يعني إشيء له علاقة بالمفاجآت هاي الزاوية طبعا تأثيراتها من اليوم اللي هو عشر ستة لغاية يوم ثلاثة عشر ستة ذروتها يوم 11 ستة في تمام ساعة عشر وسبعة وخمسين دقيقة مساء بالنسبة للتأثيرات أول الجزء اللي هو الإيجابي أنها بتتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل أكثر وأكبر وبتكون شعبيتنا في تصاعد من جهة ولكن من جهة أخرى يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة أنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل واللي رح تكون ذروتها اليوم اللي هي ما بين القمر والشمس طبعا في عنا زاوية بطيئة كنا نذكرها اليوم برضو ذروتها أول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية التثليت الإيجابية بين القمر والشمس يعني القمر صار محدب طبعا هاي رح تكون في تمام الساعة واحدة و 56 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة لغاية ساعات الصباح منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليت الإيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و 27 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء من يوم الجمعة نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 5 و 36 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية طبعا تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات منتصف الليل هي ذروة تأثيراتها بتبدأ من ساعات الظهر وبتستمر لمنتصف الليل بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة هاي الزاوية هي آخر زاوية بعدها بيبدأ عنا خلو المسار يعني من الساعة 5 و 36 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لغاية الساعة 48 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء يوم الجمعة القمر بيكون في حالة خلو المسار خلو المسار هي حالة سلبية بتصير لما بيجي القمر بدو ينتقل بشكل آخر زاوية وبعدين بدو ينتقل للبرج الآخر بشكل زاوية أخرى وهذا بيعني إنه هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 48 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل وباستقر في العقرب وببدأ يشكل أول زاوية فطبعا زاوية بعد منتصف الليل فرح نذكرها في توقعات يوم السبت طبعا الانتقال لما بصير في هذا الوقت ببلش تأثيرات برج العقرب علينا اللي هو بتصير هاي الفترة منكون فيها أكثر تطرفا في تصرفاتنا منحب بشدة أو بنكره بشدة نشعر بالانتقاد الغيرة حدة الوضع بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن إننا ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبت بوسعنا في هاي الفترة تجديد تأمين أو عمل تأمين صحي أو تأمين سيارة أو اللي هو العقود التأمين أو بوليس التأمين وبرضو هاي فترة مناسبة للبداية بقراءة رواية بوليسية مثيرة مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرارات حاسمة أو شراء أو استئجار بيت في زاوية بطيئة بعد الانتقال رح تكون ذروتها كنا نذكرها احنا من خمسة ستة هي تأثيراتها بتستمر لغاية يوم ثلاثة عشر ستة اليوم ذروتها هي زاوية التثليت الإيجابية بين عطارد وبين بلوتو اللي رح تصير هاي زاوية ذروتها ساعة تسعة وواحد وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هي اللي بتزيد من حد الذهرنا والحدث وقدرتنا على النقد والانتقاد وبتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ القرارات اللازمة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا اليوم عنا مرحلتين المرحلة من الآن لغاية ساعات مساء يوم الجمعة نقاط الضعف الكلا والحالب والمثانة البولية الأورد الجلد كعضو لللمس وبرضو البنكرياس والأنسولين أسفل الظهر الزائد الدودية من ساعات المساء الأعضاء اللي بتصير أكثر حساسية عنا من مساء يوم الجمعة عنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايد لبروستاتا عظم العنى والجينات فهذه الأعضاء هي الأكثر حساسية فلازم نوفر لها العناية الإضافية ما طبعا ممنوع إجراء عمليات جراحية لهاي الأعضاء خلال هذا اليوم ممكن إجراء فحصات أو أخذ علاجات أو مراجعة الطبيب إذا شعرنا بأشياء غير اعتيادية أما باقي الأعضاء فيوصى بإجراء عمليات جراحية لإلها ما في أي مشاكل وضع القمر بساعد على هاي الأمور طبعا بما أنه في زاوية ممتزجة الآن فالفترة هاي غير مناسبة اللي هي الثلاث أيام عشر احداش اتناعش غير مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لأنه زاوية الاقتران ما بين الزهرة وأورانوس الشوي بتعمل ذبذب في هاي الأمور فبدناش مغامرة يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العقرب خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الأحد اتناعش ستة بيبدأ في تمام الساعة تسعة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة عشر وواحد وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش لا يستقر القمر في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمر احد عشر يوم في تمام الساعة اتناعش وتسعة وخمسين دقيقة بعد الظهر بيصبح اتناعشر يوم نسبة الإضاءة خمسة وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة طبعا هي الآن سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية ولكن في ساعات العصر بتنزل نسبة السعادة لغاية خمسة عشر في المية القمر في الميزان وبدو ينتقل للعقرب ورح ينقذ في العقرب لغاية يوم اتناعش ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الآن في ساعات الصباح صباح الجمعة بصير سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية عطارد في الثور حتى يوم ثلاثة عشر ستة سعيد بنسبة عشر في المية الزهراء في الثور حتى يوم ثلاثة وعشرين ستة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية المريخ في الحمل حتى يوم خمسة سبعة سعيد بنسبة ستين في المية المشتري في الحمل حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة سعيد بنسبة خمسة وعشرين في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 15% ورانوس في الثورة حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل اليوم بترغبوا في تعزيز شراكاتكم لأن القمر ما زال مقابلكم لغاية ساعات المساء فبدكوا طيلة النهار من الآن وطيلة النهار تحذروا من الخلافات للضخم الأمور شوية بيصير عندكم نوع من أنواع الحساسية للزيادة بتكونوا مرهفين الإحساس متوترين طبعا بسبب قلق ما أو بعض الانتقادات فبدكوا تحذروا الحساسية للزيادة حذروا إثارة العدائية والبلبلة مزاجكم متقلب عصبيين وهذا الشيء ممكن يثير النفور مع الأشخاص اللي حواليكم يسبب بعض المشاكل جيد اليوم لتعزيز الشراكات أو التوافق ما بينك وبين شركاء المال والعاطفة أما في ساعات المساء فبصير التركيز على الأمور المالية فتنهمكم في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أهم شيء ما تهملوا صحتكم الأجواء بتصير أكثر إيجابية وبتتجاوب معكم بشكل واضح ورح تلاقي أعمالك صدى طيب أهم شيء ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعدار برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا القمر الآن في بيت الصحة وكمان اليوم لغاية ساعات المساء فالعمل هو نقطة الضعف ببدأ العمل بتراكم تجدوا أنه مش قادرين تنجزوا كل أعمالكم بدكوا تنتبهوا برضو لصحتكم حاولوا تكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم وإدارة الوقت حذروا من الجدال مع المعاونين لا تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا في عملكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية بدك تقوم بمهامك بالكامل في ساعات ما بعد الظهر أو في ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم وعلاقتكم مع شراكاتكم القمر بصير مقابلكم تماما فعشان هيك تبدأ الأمور تتعقد شوي من ساعات المغرب وتطرأ بعض البلبلة أهم شيء تعلجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حذروا القطيعة والدعاوة القانونية بالفترة القادمة لأنه خصمكم بكون قوي والعرقيل بتستفزن برج الجوزاء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتفاهم معهم طيلة النهار الأجواء جيدة تثير القمر إيجابي عليكم بتشعروا بالأمان والارتياح وبتغمركم العواطف الجياشة اليوم أنت جريء جدا يا مولود برج الجوزاء وباستطاعتك التعبير بطلاقة عن مشاعرك وعواطفك بهاي فترة إيجابية وطاقتها ممتازة ولكن في ساعات المساء القمر رح ينتقل ويصير في البيت السادس فيبدأ العمل بالتراكم لديك فعشان هيك بدك تنتبه لصحتك بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي فعشان هيك بدك تحاذر من المشاكل الصحية وبعض الالتباسات ما بينك وبين بعض زملائك بالعمل برج السرطان ما زالت الأجواء بتركز حول مصالحكم البيتية والعائلية وطلت النهار برضو نفس الشيء لغاية ساعة المساء فبتكونوا يعني عبارة عن عنصر إيجابي ما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي بيتعملوا معكم حاول أنك تتفهم الآخرين وابقى هادئ احمي استقرارك الصحي من التراجع ممكن تشكو من تأخير في المعاملات والالتزامات أو يعني بعض الأمور اللي إلها علاقة بالبيت والأعطال أما من ساعات المساء المساء يوم الجمعة بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم مش أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك ترجع العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن اليوم في ساعات المساء أنك تحل مساء العالقة أو كانت مستحيلة وتعتبر هاي بداية فترة جديدة وممتازة بالنسبة لعلاق برج الأسد بتنشطوا اليوم برضو طيلة النهار يعني من الآن وطيلة النهار بتنشطوا في التنقلات والاتصالات والسفريات حاول أنك تتكلم بهدوء وتكون واضح لتفادي أي التباس محتمل أي فترة بتعدك بامتحانات ناجحة ومفوضات جريئة ومثمرة يعني الأجواء جيدة ودعمة لك بشكل قوي على كل الاتجاهات نشط جدا أنت اليوم ولكن في ساعات المساء شوي بصير التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعك التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء إن كنت تجنبوا توبيخ الأحبة أو لوم ممكن تقلقوا بشأن مسألة عائلية أو شخصية ووجهوا الأمر الواقع بمنطق وحاولوا إيجاد تسويات تحمي حقوقكم لا تفرضوا رأيكم فترة بتصير مناسبة يعني الأمور العائلية والمناسبات برضو في بعض موليد برج الأسد ممكن يفكر بالسفر أو باستثمار معين برج العذرة بالنسبة لما وليد برج العذرة طبعاً بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ممكن يحتاج أحد الأحبة لدى عمالي أو معنوي حاولوا إنكم تنظموا أقصادكم وديونكم ما تستخفوا بالفوتير الصغيرة وحادروا من مصاريف استشفائية خلال هذا اليوم مثل علاج أو مراجعة طبية أو اهتمامات ببعض المسائل اللي بتتعلق بالفحوصات في ساعات المساء النشاط بيصير عالي جداً بالتنقلات والاتصالات النقاشات السفريات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر النشاطات على حسب حق الاختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة وباستطعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك برج الميزان طبعاً اليوم النشاط عالي جداً ما زالت الأجواء جيدة وإيجابية وممكن اليوم يطرأ تغيير للأفضل على صحتكم أكثر من الأيام الماضية وبتجدوا حلول لبعض المشاكل وبتكون مقدام وبتنطلق من جديد باتجاه تصحيح الأخطاء ممكن اليوم تتغير نظرتك للحياة وتحضر لتغيير نمط معين أو أسلوب معين بتبدو متفائل وسعيد أما في ساعات المساء مساء يوم الجمعة التركيز كله رح يصير على الوضع المالي فبتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهمش أنه ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب حاولوا أنكم ما تبلغوا بمصاريفكم بتكونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة ممكن تهتموا لأمور مالية أو أمور استشفائية برج العقرب بالنسبة لكم يا موليد برج العقرب طبعا يوم برضو ضاغط لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب من الآن وطيلة نهار يوم الجمعة إلا في ساعات مساء يوم الجمعة القمر رح يوصل لعندكم فطيلة النهار بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم ممكن تجد نفسك في موقف صعب شوي بدك تحاذر تكون حكيم حاذر الكلام السيء حاذر من التراجع الصحي هذه فترة فاشلة ومخيبة للأمال وتعتبر فترة من أصعب أيام الشهر من ساعات المساء بيطرأ تغيير الأفضل على صحتكم بتستعيدوا حماستكم وبتنهمكم بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينكم أو على مظهركم ابتقوا نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك وتعني هاي المرحلة بداية أسبوع جميل جدا برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس التركيز كله بظل ما بين العلاقات الاجتماعية والأصدقاء ممكن تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم أهم شيء أنك تكون عند حسن الظن اتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية حاذر برضو من الحوادث والمخالفات طبعا هذا الأمر لغاية ساعات المساء بعدين القمر رح يوصل لبيت متعبك في ساعات مساء يوم الجمعة بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد ما تبدأوا عملي جديد هذه فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وابتعدوا عن الأضواء ولا تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم وحاذروا من البلبلة والالتباسات برج الجديد ما زال القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك بظل التركيز على المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية طيلة نهار يوم الجمعة لغاية ساعات المساء فبتفرحوا لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح بتشتد عزيمتكم ممكن تقوم اليوم بخطوة مباركة وتتلاقى إشارة إيجابية وتعتبر هذه فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف في ساعات المساء الأجواء راح تصير مناسبة أكثر للعلاقات الاجتماعية فممكن تبادر لملاقات الآخرين في منتصف الطريق ابي اطمئن بالك وممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أهم شيء أنك ما تستسلم بل كرر المحاولة الفرص ممتازة على مستوى العلاقات الاجتماعية في الساعات المساء من لقاء أصدقاء أو مناسبات أو دعوة لا حضور حفل أو مناسبة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا الأجواء ما زالت داعمة خلال هذا اليوم على مستوى أمور السفر والاتصالات البعيدة بتقدروا تطلبوا رأي الشريك قبل التمسك بقراركم بتنشغلوا بمسائل مالية في بعض الملاحظات اللي هي زي هموم صحية أو مراجعات طبية أو اهتمام صحة أحد الأشخاص أو مسائل عائلية طبعا اليوم باستطاعتك بحث موضوع بيتعلق بقرض أو توميل أهم شيء أنك ما تفصل تهمل التفاصيل الدقيقة خلال هذا اليوم في ساعات المساء طبعا الأجواء رح تتغير تماما القمر رح يصير في بيت السمعة بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضعوا لعدة تجارب مهمة أهم شيء أنه ما تضعفوا ما تجازفوا بسمعتكم حاولوا أنك تقوموا بواجباتكم على أحسن ما يمكن وقدموا أفضل المستطاع الفترة هاي فيها يعني من ساعة مسائل يوم الجمعة بيبدأ بعض القلق والتوتر عشان هيك ما في داعي للمجازفات ولا للمغامرات خلال هذا اليوم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت ما زالت أجواء المالية هي اللي بتركز على الموقف طيلة النهار يعني من الآن وطيلة نهار يوم الجمعة فبتنهمكم في عادة تنظيم أموركم المالية حادروا من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محل لأي أن كان ممكن اليوم تواجه خصم شرس وتشتد المنافسة بينكم ما تخالف القوانين عشان ما تصير أنت المدان رح يهتم بعض موليد برج الحوت ببعض المصريف أو الفواتير أو المستردات المالية أما في ساعات المساء مساء يوم الجمعة الأجواء بتنقلب يعني 180 درجة لصالحك بشكل قوي فبتنشغلوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو اتصالات بعيدة اتصالات في أشخاص خارج البلاد فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان أهم شيء أنه بعضكم ممكن يبدأ بعمل أو دراسة جديدة ممكن تناقش اليوم بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بناسب أهم شيء أنك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر فترة مناسبة لأخذ تجربة جديدة أو فيها بعض الاحتمالات لصفر محتمل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء